ونكمل جولتنا الصحفية وجريدة المصري اليوم العاملون بالنقل العام يبحثون التصعيد خارج الجراشات تواصلت الاحتجاجات الفئوية في القاهرة والجيزة وعددنا من المحافظات أمس للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف الرواتب المتأخرة وزيادة الحوافز والتثبيت وفي القاهرة واصل العاملون بهيئة النقل العام اضرابهم عن العمل بشكل كامل في كل الجراشات التابعة للهيئة لليوم الثالث على التوالي للمطالبة بزيادة بدل طبيعة العمل بنسبة 100% وتوحيد حافظ الإيجادة بمبلغ 500 جنيه بدلا من حافظ الإثابة الذي يصرف بمتوسط 150 جنيه وصرف 6 أشهر أرباحا أسوة بالعملين بمتر الأنفاق وتغيير لوائح الهيئة بحيث يتم تقليل فوارق المرتبات والحياة